سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من مكة إلى المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم عاشت معه السيدة خديجة رضي الله عنها من أول سن 25 لما كان سن 25 سنة ثم لحقت بالرفيق الأعلى قبل هجرته صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات ولم يتزوج غيرها صلى الله عليه وسلم طالما كانت على قيد الحياة ثم لما لحقت بالرفيق الأعلى ولقيت ربها سبحانه وتعالى تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها ثم تزوج بعدها السيدة عائشة رضي الله عنها في العام الثاني من هجرته صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة رضي الله عنها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا وكانت شابة صغيرة وسيدة عائشة من مميزاتها أنها كما قالوا ولدت في الإسلام ولدت في الإسلام يعني عقلت وجاءت الدنيا وبدأت تعقل الأمور وهي ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أبي بكر ويعلمهم أمر دينهم وآمن به أبو بكر وآمنت به زوجه وآمنت أسرة أبي بكر رضي الله عنه جميعا وأختها السيدة أسماء بنت أبي بكر أسلمت وحسن إسلامها ذات النطاقين وتزوجها الزبير بن العوام وهو مبشر بالجنة وتحدثنا عنه في حلقة ماضية السيدة عائشة رضي الله عنها هي حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم أحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا ويخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن بداية تفكيره في الزواج بالسيدة عائشة رضي الله عنها فيقول لسيدة عائشة بعد ذلك أريدك في المنام يعني جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخرقة فيعني نظر فيها النبي صلى الله عليه وسلم فوجد صورة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقال إن يشأ الله عز وجل هذا يمضه أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقد شاء الله عز وجل ذلك وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنى بها ودخل بها في المدينة